موسيقى خلال لقائه برئيس الجمهورية الرئيس الصيني يعلن قرار الحكومة الصينية اعفاء 150 مليون ايوان صيني من الديون الصيني المستحق على بلادنا الوزير الاول يعود الى العاصمة نوكشوت بعد مشاركته في القمة الروسية الافريقية الثانية التي احتضنتها مدينة سانت بوتروسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية المكاذب الجهوية لقناة الموريتانية في الداخل تتعزز بمكتب جديد اشرف وزير ثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان على تدشين مقره في مدينة يلاك موسيقى اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الى نشرة الرابعة التقى رئيس الجمهورية سيد محمد لشاء الغزواني امسي نظيره الصينية شي جين بينغ في مدينة تشينغدو في مستهل زيارة صداقة وعمل سيحضر خلالها افتتاح نسخة الصيفية الواحدة والثلاثين من دورة الالعاب الجامعية العالمية وخلال هذا اللقاء يكد رئيس الجمهورية التزام موريتانيا بمبدأ الصين الواحدة مضيفا ان موريتانيا والصين تتعاني بعلاقات متميزة وقد اثمر تعاونهما في مختلف المجالات نتائج ايجابية واضاف رئيس الجمهورية خلال لقائه الرئيس الصيني ان موريتانيا تثمن عاليا الدعم المستمر الذي تقدمه الصين لها في مختلف المجالات مشيرا الى ان العديد من المرافق والمشاريع الهامة التي شهدتها الصين او ساهمت في انشائها فضلا عن الدعم الطبي الصيني لموريتانيا عادت بالفائدة على حياة شعب الموريتاني وعززت التنمية الاقصادية والاجتماعية المحلية من جانبه اكد رئيس الصيني شي جينغا بينغ ان الصين مستعدة للعمل مع موريتانيا للارتقاء بالتعاون الودي الثنائي الى مستويات اعلى معتبرا ان الصين وموريتانيا تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة تدعم المساعي المشتركة لتحقيق التنمية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق تعاون العملي وتوسيع التبادلات الثقافية والشعبية وفي خطوة تعتبر نجاحا دبلوماسيا متميزا لهذه الزيارة قرر الصين خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ونظيره الصيني اعفاء بلادنا من ما قيمته 150 مليون ايوان صيني من ديونها المستحقة على بلادنا وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الاشياء الغزواني قد وصل امسي الى مدينة تشينغ دو بمنطقة سيتشوان بجنوب غربي الصين في مستهل زيارة صداقة وعمل يحضر خلالها مراسم افتزاح النسخة الصيفية لاحدى وثلاثين من الدورة الالعاب الجامعية العالمية ورفق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفدها منيضم كل من السادة المختار واللجاي الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية عبدالسلام المحمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة محمد عبدالله البخاري الفلالي سفير موريتانيا في بيجين يابا عبداللهي رئيس منطقة الحرة بن وذيب ومحمد أول عبدالفتاح المفوضي السامي لمنطقة لمنظمة استثمار نهر السنغال عثمان تال مستشار برئاسة الجمهورية محمد الأمين والسلمان مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة عاد الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود زوال اليوم إلى العاصمة نوكشوت قادما من جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بعد أن شارك في فعالية قيمة روسيا وإفريقيا الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا وإفريقيا التي اختتمت أمس في سانت بيروسبرغ وقد ستقبل الوزير الأول بمطن المقشد دولي أم تونسي من طرف وزير الداخلية والمركزية سيد محمد أحمد والمحمد الأمين هو وزير العدل والوزيرة الأمينة العامة للحكومة هو المدير المساعد لديوان الوزير الأول ووالي نوكشوت الغربية ورئيسة جهة نوكشوت كان الوزير الأول مرفوقا في هذه المهمة بوفد هام يضم كل من السادة محمد سالم المرزوق وزير شؤون الخارجية وتعاوني والمريتانيين في الخارج لمرابض البناهي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقديد والسياحة صفية بنت انتهى وزيرة العمل الاجتماعي وطفولة والأسرة عيشة فالفرجس مديرة ديوان الوزير الأول محمد محمود ولداهي سفير بلادنا في موسكو خديجة مبارك فال سفيرة بلادنا لدى الاتحاد الافريقي أحمد والسالكة والمحمد مختار مستشار الوزير الأول المكلف بالإعلام والاتصال محمد الأمين والحمد مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية محمد ولبهناس مدير تشريفاته بالوزارة الأولى وخلال مشاركته في القمة الروسية الافريقية الثانية التي احتضنتها مدينة سانت بوتروسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية أكد الوزير الأول سيد محمد ولبلال مسعود في خطاب ألقاه بالمناسبة أن بلدنا حريصة على التنويع وتعميق التعاون بين القارة الافريقية وجمهورية روسيا الاتحادية بسم الله الرحمن الرحيم سيد موسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أصحاب المعالي والسعادة أيها السادة وسيدات أود ابتداء أن ننقل خالص تحيات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموليثانية السيد محمد والشيخ الغزواني إلى صاحب الفخامة سيد فلاكمير بوتين وإلى أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الافريقية الأشيقة لقد كان بود فخامته أن يكون معكم اليوم في جمعكم الموقر هذا لكن طارئ وارف عارض حال دون حضوره ولكم منه جميعا أسمى آيات التقدير والإحترام كما يطيب لي أن أهني فخامة الرئيس فلادمير بوتين والحكومة والشعب الروسيين على عرض هذه القمة وعلى جودة تنظيمها شاكرا لهم حسن الاستقبال وكرم الضياب أصحاب الفخامة والمعالي أيها السادة والسيدات إن عرض هذه الدورة ثانية للقمة الروسية الافريقية في ظل ما يشتاح العالم من أزمات أمنية واقتصادية وبئية جسيمة لدليل على متانة العلاقات التي تجمع بين روسيا الاتحادية ودول وقارتنا الافريقية وعلى صدق إرادتنا المشتركة في تعميقها بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين إن القارة الافريقية تواجه اليوم في سعيها إلى تحقيق أهداف أجندة ألفين وهلا وستين تحديات مصيرية يفاقمها ما تأثرت وتتأثر به سلبا من أزمات دولية صحية وأمنية واقتصادية وبئية حادة وكذا ما تشهده من انتشار بوري التوتر والنزاعات المسلحة وتفشي العنف والإرهاب خاصة في منطقة الساحل وإن الدولنا لتدركوا أن نجاعة ما تقوم به من توحيد الجهود والوسائل لحل النزاعات وإسكات صوت السلاح رهينة بقدرتها على بناء نهضة تنموية شاملة فالعلاقة بين الأمن والتنمية شب عضوية ولن يتأتى انتصار مستديم على ظواهر العنف والإرهاب والتطرف إلا باشتثاث ما يهيئ لهذه الظواهر ظروفها المناسبة من فقر وبطالة وجهل وسوء حكامة وعلى مثل هذه المقاربة تأسست مجموعة الدول الساحل التي تتولى بلادنا اليوم رئاستها الدورية والتي على الرقم مما تتعرض له من صعوبات لا تزال تعزز مكتسباتها وتحضر خطوات القيمة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء تنمية شاملة في المنطقة ثم إن الأمن اليوم مسؤولية الجميع فلا دوام لأمن يبنى على حساب أمن الآخرين ولذا فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ندعو في كل النزاعات إلى حل سلمي أساسه القانون الدولي ويأخذ بعين الاعتبار بهواج إجهزة ومصالح كل الأطراف ويؤسس لاستقرار وأمن دائمين ندعو إلى هذا الحل في أوكرانيا وفي السودان وفي اليمن وليبيا وفي كل نزاع مسلح أينما قام وفي هذا السياق فإننا نؤكد تمسكنا بحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا ليضمن لها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تبقى للقرارات الدولية ذات السلة أصحاب الفخامة والمعالي إن علاقاتنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بروسيا الاتحادية علاقات صداقة عريقة وتعاون وثيق خاصة في مجالات الصيد والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين وهي قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصلحة المشتركة وإننا على قرار الدول الإفريقية الأخرى لحارصون على تنويع وتعميق التعاون بين القارة الإفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية لما يفتحه ذلك أمام التعاون الثناء الموريتاني الروسي من آفاق رحبة وكذلك لما يتحه للقارة الإفريقية من فرص لاستفادة من التطورات الكبيرة التي أحرزتها روسيا الاتحادية في العديد من المجالات وإنني لعلى يقين من أن قمتنا هذه ستساهم في تطوير شراكة مثمرة بين الدولنا الإفريقية وروسيا الاتحادية يتأسس عليها جسر متين من التعاون البناء يخدم مصالحنا المشتركة ويسرع تحقيق أهداف التنمية المستديمة ويعزز السلم والأمن الدوليين أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى هامش مشاركته في القمة الروسية الإفريقية الثانية المنعقدة في مدينة سانت بوتروسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية أدى الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود زيارة لمتحف الأرميتاج الحكومي في مدينة بوتروسبورغ الذي سيفتتح معرضا بعنوان الجمال كإيقاع في توقيت يتزامن مع قمة روسيا إفريقيا كما سيقدم متحف الأرميتاج الحكومي مجموعات من تحفه الفنية النادرة للضيوف وخلال هذه الزيارة تلقى الوزير الأول شروحا حول هذا المتحف ونشأته وأهم القطاع الأثرية والمقتنيات الفنية النادرة التي يعود تاريخها لعدة قرون استقبل رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد بنبا مجة تمسي بمكتبه سعادة السيد محمد بن عايد البلوي السفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا تناول اللقاء علاقة التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه خاصة فيما يتعلق بالشأن البرلماني جرى اللقاء بحضور إلى من العام الجمعية الوطنية السيد عبدالله الصالح ورئيس فريق الصداقة الموريتانية السعودية سيد أحمده والحمد كما استقبل رئيس الجمعية الوطنية كذلك سعادة السيد أليكسندر غارسيا سفير الجمهورية الفرنسية في بلادنا وتناول اللقاء سبول تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالشأن البرلماني جرى اللقاء بحضور إلى من العام الجمعية الوطنية السيد عبدالله الصالح ورئيس فريق صداقة الموريتانية الفرنسية السيد سيدن سخنة إلى ولاية داخلة نوذيب حيث تفقد وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح أمس بمدينة نوذيب عدة مؤسسات حكومية وخصوصية تابعة لقطاعه وخلال محطة هذه الزيارة شدد الوزير على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن مطالبا بإنجازه المشاريع وفق المعايير المحددة في دفتر الالتزامات يوم الثاني من زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري سيد المختار الحسين لام لمدينة نوذيب استهل لها رفقة والي الولاية السيد ماحي والحامد بالمعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد في هذا المتحف العريق يعرض المدير العام للمعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد أهم أنواع الأسماك القاعية والسطحيات الموجودة في المياه البحرية والأنواع البحرية والرخويات والقوابع والكواسج وكذل أسماك التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة الموريتانية تعبر عن قيمة الثروة السمكية لبلادنا تاريخ المعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد تم استعراضه أمام الوزير والوفد المرافق لها بيّن أهمية المعهد ودوره في متابعة مؤشرات الوسط البحري على مدار العام في العام 2014 أنشئت الأكاديمية البحرية وهي مؤسسة عسكرية للتعليم البحري العالي كانت محطة لزيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري حيث أكد العقيد البحري محمد أحمد الحبيب القائد المساعد للأكاديمية أنها تعمل على تكوين الضباط من البحرية الوطنية وخفر السواحل الموريتانية والبحرية التجارية والصيد والموانئ إضافة إلى تكوين الضباط الصف من البحرية الوطنية وخفر السواحل الموريتانية والطواقم العاملة في البحرية التجارية والصيد والموانئ تتكون الأكاديمية مؤسستين للتعليم العالي هما المدرسة العليا للضباط والمعهد العالي لعلوم البحار ومؤسستين للتعليم القاعدي والمتوسط هما مركز التكوين البحري ومركز التكوين والتأهيل في حراف الصيد بالإضافة إلى مهام متعددة زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري قادته إلى مصنع تعليب أسماك السردين الذي دشنه رئيس الجمهورية العام المصرم وأكد القائمون على المصنع في شروحات مفصلة أنه سيعمل على إنتاج علب السردين باعتباره مادة غذائية هامة إضافة إلى كونه يضمن فرص عمل للشباب تعرف الوزير على المصنع وأعطى تعليماته بزيادة وطيرة الإنتاج وتكوين يد عاملة وطنية وفي إطار الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الموريتانية مع شركة هونغ دونغ تنزلت زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري الذي قدمت له شروح بينة من قبل ممثل القطاع الخاص الموريتاني فضيل محمد عبدالله والمستشارة بالشركة أليزابيت تناولت الاتفاقية التي بموجبها تقوم الشركة ببناء مركب متكامل يضم إنتاج الثلج وتعليب الأسماك وإنتاج دقيق الأسماك ورصيف لرسول البواخر وذلك لخلق مواطن شغل للشباب تقدر بألفي وظيفة وفي إطار الاتفاقية دائما يتم اقتناء مئة باخرة للصيد التقليدي يعمل عليها الصيادون الموريتانيون وهو ما سيضمن ستمائة ألف وظيفة للشباب الشركة العربية الموريتانية للأسماك كانت أخر محطة لزيارة وزير الصيد والاقتصاد البحرية هذا المشروع الكبير قدم تفاصله القائمون علي موضحين الأسباب وراء إنشاء المشروع مغلاف مالي وصل 28 مليون دولار أمريكي بشراكة عمومية وخصوصية تهدف لمعالجة الأسماك بطاقة إنتاجية يوميا وصلت 400 طن وسنويا تصل إلى 100 ألف طن من الأسماك وبطاقة تخزين تصل إلى 10 ألف طن محمد عمر بلول الموريتانية نواذيبو وهنا في نواك شوط أدى وزير التجهيز والنقل زيارة تفقد وطلاع لبعض المؤسسة والإدارة التابعة لقطاعه وشملت زيارة الوكالة الوطنية لطيران المدنية وشركة النقل الحضري وشركة الموريتانية للطيران ووكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر، عسكنا وميناء أنواك شوط المستقل خلال اليوم الثاني من زيارة التفاقد والإطلاع التي يودها وزير التجهيز والنقل السيد محمد علي والسيد محمد للمؤسسات والإدارات التابعة لقطاعه شكلت الوكالة الوطنية للطيران المدني أولى هذه المحطات وفي قاعة الاجتماعات في الوكالة قدم المدير العام السيد جيد عبدالله عباس عرضاً تطرق فيه إلى مهام وأهداف الوكالة والعراقل المطروحة مبرزاً أهميتها بتسريع وتيرة النقل الجوي في البلاد وما لذلك من أذر إيجابي على النمو الاقتصادي والتنموي فيما كانت المحطة الثانية الموريتانية للطيران وفور وصول الوزير عقد هذا اللقاء بحضور المدير العام السيد أحمد سالي بن محمد فالعمي ورفقة الطاقم الإداري والفني المؤسسة خصص اللقاء لتدارس الوضعية الحالية والأفاق المستقبلية وما ينتظر منها من مردود اقتصادي للبلاد فيما كانت المحطة الثالثة شركة النقل العمومي حيث عين الوزير مختلف الإدارات والمصالح العاملة في الشركة وفي هذا اللقاء المنعقد مع أطور وعمال المؤسسة قدمت المديرة العامة سيد مريم منت المفيد عرضاً تطرقت فيه إلى مهام المؤسسة المتمثلة في توفير نقل حضري مناسب للمدن الكبيرة أما المحطة الرابعة فكانت مديرية حضرة السيارات الإدارية وداخل المرابي تلقى الوزير شروحاً مفصلة من قبل مدير الحضرة سيد محمد للتباخ بيّن فيها مهام الإدارة الرامية للإشراف على ضبط وتامين جميع سيارات الدولة المخصصة للمهام الإدارية لمختلف الوزارات حسب الحاجة كما عين الوزير أسطول السيارات والطلاع على أهم المشاكل المطروحة مؤكداً أن القطاع سيقوم بالتدابير والإجراءات اللازمة من أجل التغلب على المشاكل المطروحة أما المحطة الخامسة من هذه الزيارة فكانت مقر ممثلية وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدى أشقر السكنة وخلال هذا اللقاء الملتئم مع الطاقم الإداري والفني لأسكنة قدم الممثل المقيم لأسكنة في موريتانيا السيد سيد محمد السيد عرضاً أوضح فيه المهام والأهداف المكلة للمسلية وما ينتظر منها من إسهامات في تفعيل وتطوير النقل الجوي في موريتانيا وفي هذا اللقاء بيّن وزير التجهيز والنقل أهمية السكنة وما لها من دور فعال في تطوير النقل الجوي وفق المعايير المطلوبة في المجال وعلى هامش هذه الزيارة تفقد الوزير برج المراقبة واستمع إلى شروح من الفنيين القائمين عليه تطرقت إلى آليات المراقبة وما طرأ من تحسينات في مجالها أما المحطة الأخيرة فكانت ميناء واكشط المستقل وفور وصول الوزير للميناء عقد هذا اللقاء مع طاقمه الإداري والفني وفي هذا اللقاء رحب المدير العام للميناء السيد سيد محمد المحم بهذه الزيارة التي تؤكد حرص القطايا على معاينة المؤسسات التابعة له وطرح الرؤى المناسبة من أجل تطوير المؤسسة والرفع من مستوى أدائها الاقتصادي وخلال هذا اللقاء تابع الحضور فيلمان تعريفياً بالميناء ومراحل إنشائه وما طرأ عليه من تحسينات أسهمت في تنوع وتطوير الدورة الاقتصادية للبلاد وخلق فرص شغل للعديد من المواطنين وعلى متن هذه الحافلة تجول الوفد داخل أرصفة الميناء ومرافقه المختلفة حيث قدمت شروح حول طاقته الاستعابية وما يوفره من فرص شغل للعمال وتسريع لمستوى عجلة الاقتصاد الوطني من ميناء أنواك شطر مستقل يعقب الصوفي الموريتاني أدى وزير المياه وصرف الصحي أمس زيارة ميدنية للأشغال الجارية لحماية المواطنين من مخلفات مياه الأمطار في مقاطعات السبخة والميناء ودار النعيم وشدد الوزير على ضرورة تسريع العمل في الحواجز الموجودة في المناطق المنخفضة لتخفيف الآثار السلبية لمياه الأمطار زيارات تفقدية يؤديها وزير المياه وصرف الصحي لسير الأشغال التي تعرفها العاصمة في إطار الاستعدادات المتخذة لمواجهة مخلفات الأمطار المحطة الأولى من هذه الزيارة كانت لحي الكوفة بولاية واكشوتة الغربية حيث تفقد الوزير رفقة السلطات الإدارية لأشغال الجارية في بناء الحواجز المائية تفاديا لتسرب المياه إلى الساكنة وكذا التجهيزات المتعلقة بحفر شبكة الانابيب لتصريف المياه خارج الأحيا وفي مختلف محطات تفقد الأعمال يتلقى الوزير شروحا حول المخطط والاستراتيجيات وعن النتائج المتوخات من الخطة ومدى نجاعتها في تخفيف تجمع المياه وتقليل فترة ترس بها بين منازل الساكنة وتخفيف خطورة مخلفاتها كما أعطى الوزير تعليماته للجهات المباشرة بالعمل وفق دفتر الالتزامات أما المحطة الثانية فكانت للأشغال الجارية في حي الدار البيطاب وكشوط الجنوبية حيث طلع الوزير رفقة السلطات الإدارية بالولاية والوفد المرافق له على مستوى تقدم الأشغال في الحواجز التي تمنع تسرب المياه إلى المنازل والتي تعد خطرا على سكان المنطقة حيث استمع الوزير لشروح مفصلة عن الأعمال والتقدم المحرز في هذه الأشغال وما يعتريه من صعوبات إضافة إلى التجهيزات المتخذة من أجل إنهاء الأشغال في الآجال المحددة لتكون المحطة الأخيرة لوزير المياه والصرف الصحي من مقاطعة دار النعيم بولاية واكشوط الشمالية وذلك للوقوف على ما تم اتخاذه من تجهيزات لوجوسية ومعدات لتسريع وطيرة الأشغال قبيل التحاطلات المطارية المنتظرة تفاديا لما تخلفه مياه الأمطار عادة من أضرار على السكان هناك وقد شدد الوزير على ضرورة مضاعفة لجهود مطالبا الشركات بإنجاز الأشغال وفق الفترة الزمنية المحددة العموم والأشغال اللي مكابد معها ما هي ماشية على السرعة اللي مطلوبة وبالتالي يعطي تعليمات عن الشركات اللي عندهم الأعمال عنهم يسرعوا فأعمالهم وإن شاء الله السبوع الجاي مولين دورا نعدل خرج عليهم في نهاية الأسبوع نعرف هذا اللي يعدل به هذا الركيز اللي تعرفه زمن السحايب وهذا البلود اللي نعدل فيهم من الأعمال البلود عام الأول خرج فيهم ياثر من المشاكل وذلك العام نختاره أن نتفادها وذلك كامل حق بدأنا من القاعسين نقير الشرايك واللي يا الله يعدلوا شقلتهم بهم واللي يعطيه لهم ياسر من الأموال على هذه الشقلة ويا الله يعدلوها بسرعة وقت ممكن يديروا الأشخاص يديروا الإزاكيب ويديروا ما اللي يعطوهم الإمكانيات الخراح إياك هذا كامل ما يمضي ذا من الوقت بي اللي لا تمين ماشيين لا يتوفى زمن السحاب كامل ما يخلق شي وبالتالي يعدل شرايك يعرفوا عن العمل يعدل بسرعة وقت ممكن وليه ما يعدل بسرعة وقت ممكن لأن دوروا نقبل منهم إن شاء الله وهذا الأعمال كامل نعطوه المدى أخرى لقد تعدل شقل بالعجل ينتظر من هذه الأعمال الجارية بالعاصمة وكشود والتي تدخل ضمن الخطة الاستعجالية المتخذة لمواجهة مخلذات الأمطار أن تخفف من حجم الأضرار التي طالما شكلت إزعاجا وخطرا على الساكنة إلى ولاية البراكنا حيث أشرف وزير ثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان أمسي في مدينة ألاك على تدشين المكتب الجهوي لقناة الموريتانية في الولاية وقد تلقى الوزير خلال هذا التدشين عرضا قدمه المدير العام لقناة الموريتانية حول وحدات الإنتاج والمعدات الفنية والتقنية التي يتوفر عليها المكتب لأداء مهمته الإعلامية في قلب مدينة ألاك وبعد أن تاقت نفوس ساكنة ولاية البراكنا إلى الاستفادة من توسيع دائرة الخدمة الإعلامية العمومية ها هي قناة الموريتانية تفتتح مكتبا جديدا في مدينة ألاك تتلخص الأهداف الرئيسة للمكتب في العمل على تقريب الإعلام المرئي من المواطنين وتسليط الضوء على مشاغل وتطلعات سكان الولاية قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت ولاية البراكنا تغطى من خلال ممثلية مكتب موجود في قربل قبل أن نتحول إلى ترارزا وتعلمون ما المسافات وحتى الطواقم الموجودة وكيف كاملت محدودة تماما لتمكن من مواكبة حدثين في الولايات الثلاثين سواء كان في ليلة قرغل ولاية البراكنا إذن أشكركم معاي الوزير وأشكر قيادة هذا البلد على النهوض بهذا الجزء المهم الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية هذا البلد وللقيه وهو الإعلام كل مقاطعات وبلديات وقرى وعريا في ولاية البراكنا ستصلها قوافل المكتب عبر تقارير وبرامج إخبارية بإمكانها إشراك كافة المواطنين وتمكينهم من التعبير عن همومهم وملاحظاتهم حول التحديات التي تعيق مسار التنمية المحلية إن وجود مثل هذا المكتب يعد أمرا ضروريا لتكملة اليهد الإعلامي الرسمي الهادف لنقل مختلف أوجه الحياة اليومية في ربوض الولاية نصا وصوتا وصورة لتصل الخدمة الإعلامية العمومية كل بيت ناطقة بمختلف لغاتنا الوطنية يأتي إطلاق مكتب ألاق في إطار جهود الإدارة العامة لقنوات الموليتانية الهادفة إلى تعزيز وتطوير أداء التلفزة الموليتانية من خلال إنشاء المكاتب الجهوية في الداخل معالي الوزير يدخل تجهينكم اليوم للمكتب الجهوي لقناة الموليتانية في ولاية البراكنا في إطار العمل المستمر بشكل متظم على تطبيق وترجمة توشيهات فخامة الرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني بتقريب الخدمة العمومية من المواطنين أينما كانوا وفي مقدمة ذلك خدمة الإعلام العمومي وتجسيدا لما يوله فخامته من اهتمام كبير لوسائل الإعلام سواء تعلق الأمر بشقها العمومي أو بشقها الخصوصي معالي الوزير أيها الحضور الكرام إن تطور الذي شهدته مؤسسات تشسد فيما عرفته الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانية والتلفزة الموريتانية من تطور كبير لا ريب فيه جاء ثمرة لهذا الاهتمام الكبير وهذه العناية التي يولها فخامة الرئيس الجمهورية لهذا القطاع وتمثل التلفزة الموريتانية مثالا لذلك التطور حيث شهدت تطورا مضطردا لترسانتها الفنية والتقنية وبنيتها التحتية وعرفت انتشارا أفقيا في شتى أنحاء البلد ما عرفته في تاريخها السابق فغطت اليوم جميع ولايات الوطن بدون استثناء وبواسطة تسعة مكاتب جهوية وثلاث شرق مقيمة في ثلاث ولايات أخرى بعد أن كانت علاقتها بالداخل تقتصر على زيارات محذودة لطواقمها في كل عام مرة أو مرتين هذا كان فقط مجرد العلاقة ما بين التلفزة والداخل أما اليوم فهي متشر في كل أرجاء الوطن وتجسد المكاتب الجهوية والفرق الميتانية في الولايات الداخلية جانبا مهما من سياسة الدولة في مجال الرقي بالإعلام وخلق ديناميكية جديدة في مؤسسات الإعلام العمومي عبد الودود السدنة الموريتانية مدينة ألاك يطالع المكتب الجهوي للتلفزة الموريتانية بولاية البراكنا بمهمة نقل أنشطة الحكومة والأحداث الوطنية بالولاية بالإضافة إلى تقديم البرامج والتقارير اليومية المرتبطة بحياة المواطنين وقد زودت التلفزة الموريتانية المكتب الجهوي للقناة بكافة اللوازم اللوجستية وطواقم البشرية لأداء هذه المهمة في إطار تقريب الخدمة الإعلامية من المواطنين وتهيئة كافة الظروف لذلك أنشأت التلفزة الموريتانية المكتب الجهوي في ولاية البراكنا يتوفر المكتب على كافة اللوازم اللوجستية لتمكينه من تغطية شاملة لجميع الأحداث بالحيز الجغرافي للولاية وليكون وحدة إنتاج متكاملة زودة بأحداث التجهيزات في مجال التصوير والإخراج ومعالجة الصوت والصورة إلى جانب وحدة للمونتاج وأجهزة للتسجيل والمراقبة بطبيعة الحال مكتب التلفزة الموريتانية بإعلاقة الذي تم إطلاقه اليوم يعد واحدا من أهم المكاتب الجهوية التي فتحتها القناة مؤخرا في العديد من الولايات الداخلية نظرا لحجم وثراء الولاية التي سنشط فيها بطبيعة الحال تعلمون جيدا أن ولاية البراكنا من أهم الولايات الداخلية وأكثرها تنوعا وثراءا من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية لذلك لا شك أن الإدارة العامة لقناة الموريتانية راعت كثيرا هذه الأبعاد وبالتالي يمكن القول بأن من خلال هذا المنطلق جاءت الانطلاق الفعلية لهذا المكتب في هذا الظرف الوجيز هذا المكتب يضم طاقما شبابيا مميزا لا شك سيكون قادرا على تجاوز كل التحديات بتوفيق الله إن شاء الله وبإرادة وعزيمة العاملين فيه الإدارة العامة وفرت كل المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة واللازمة كما يضم المكتب ستديوها بفنيات متكاملة يتوفر على تقنيات عازل الصوت فضلا عن كونه مزودا بديكور حديث يضم شاشات كبيرة ومتوسطة ومعدات للإضاءة وتسهيلا لتنقلات الفرق العاملة في المكتب يضم كذلك سيارة رباعية الدفع ضمانا للوصول لمختلف بلدات ومقاطعات الولاية حمد من هذه قناة الموريتانية مدينة ألاك وعلى هامشي تدشينه للمكتب الجهوي للتلفزة الموريتانية داوزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان أمس زيارة للمؤسسات الإعلامية العمومية بمدينة ألاك وقد شملت هذه الزيارة مقر الوكالة الموريتانية للأنباء والمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا تفقداً لوضعية المقرات الجهوية للمؤسسات الإعلامية العمومية في ولاية البراكنا أدى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رفقة والي البراكنا سيد محمد السالك زيارة لمقر الإذاعة في ألاك حيث تجول الوزير داخل مختلف مرافق المقر واستمع لشرح فني حول المقدرات التي تتوفر عليها المحطة الإذاعية العمومية ضمن مهمتها في تغطية كافة الأحداث على مستوى البراكنا كما زار الوزير المقر الجهوي للوكالة الموريتانية للأنباء للتعرف على نوعية الخدمة الإعلامية التي يقدم ها هذا المكتب ومدى جاهزيته لمواكبة الأحداث اليومية على المستوى المحلي حيث قدم للسيد الوزير أرض مفصل حول التجهيزات التي يتوفر عليها المقر الجهوي للوكالة الموريتانية للأنباء وطبيعة مواكبته اليومية قمت اليوم برفقة والي البراكنا تتشين المحطة التاسعة للتلفزي الوطنية الموريتانية وكانت مناسبة أني نزور الداع الوطنية والوكال الموريتانية للأنباء وبتتشين المرفق يكتمل على مستوى الالتبراكنا التواجب بصيفة مكتملة مؤسسات الإعلام العموية الثلاثة وبقدر ما نمطمئنين على التزامات الوزارة في إطار تعهدات في خامة رأي جمهورية وبقدر ما نمهنين والأهل البراكنا على أنهم اكتملت عندهم هذه المؤسسات الأساسية وطالبين من القائمين عليهم على أن ذلك ما زال أنه يكتمل بالعجلة وطالبين وطالبين يعني القطاع من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية خصوصا على النهارات الأخيرة من نهاية السنة الرابعة التي الحمد لله تعود للحق النقري من 70% 80% من التزامات القطاع شاكر القائمين على المؤسسات وشاكر السلطات الإدارية والمتخبون في ولاية البراكنا وإن شاء الله نواصل لك الهداف كامل بسرع وقت وتأتي هذه الزيارة التفقدية على هامش إشراف وزير الثقافة والشباب والرياضة على تدشين المكتب الجهوي للتلفزة الموريتانية في مدينة ألاك إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة تذكير بالعنوين خلال لقائه برئيس الجمهورية رئيس الصيني يعلن قرار الحكومة الصينية إعطاء 150 مليون أيوان صيني من البيون الصيني المستحق على بلاده الوزير الأوري عضي للعاصمة المرشوب بعد مشاركته في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي احتضنتها مدينة سانتا بوتروس بورغ لجمهورية ريسيا الاتحادية المكاتب الجوية لقالة الموريتانية في الداخل لا تتعزز لمكتب جديد أشرف وزير الفقافة والشباب والريضة والعلاقة مع البرلمان على تدشين مقره في مدينة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر